المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة y qué son كيف يوجد من النصص 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 الصحفية وفي ايضا القصة وفي الرواية الى اخره. ما هي وحدات النتر? يعني يتكون وحدات النتر يتتكون من جمع واسطر كيف يستخدم النتر? يعني النتر يستخدم في السرد وايضا في النصوص الصحفية والعلمية والاكاديمية. لأي قرض يستخدم النتر وما هو وظيفته? وظيفة النترية هي التبليغ والسرد والتأمل حول بعض الموضوعات والأحداث الذي تتنى له. 10. كيف هي الانترينة بين السرد والقصة؟ ما هو الاختلاف بين السرد والنصر؟ البرس siempre cumple una serie de normas que vienen marcadas por la rima, la métrica mientras la prosa y la forma natural de expresión toman en consideración solamente las reglas gramaticales y ortográficas الشعر دائما يستزم بالقواعد الشعرية التي تكون متحددة بالوزن والقاسية إنما النثر هو صيغة طبيعية للتعبير تضع في الفشبانت فقط الاختزام بالقواعد وأيضاً الكتابية القواعدية والكتابية التي لا تنتلك وزن ولا تنتلك القافية بين الكلمات ما هي أنواع النثر؟ أنواع النثر هي يعني نثر وصفي ونثر سردي ونثر عرضي ونثر تقنعي الآن نأخذ الأسئلة والأجوبة حول النثر في العصر الوسيق ما هي الظروف التي كانت قد شهدت ولادة النثر؟ الظروف الوسيقى 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 مدعوات في مدعوات أن تحببت. وفي الأغاية المتحدة في الفصول في المتحدة في مدعوات أحياناً تحببت إلى المدعوات المتحدة بالمسيحية يعني الأصل القصص عادة لا يدفع إلى شرع الجزيرة الإبارية وفي العادة أن تتمنى نظرة المسيحية للعالم. في أي قرن ظهر النسر السردي في اللغة القشتالية لأبروزة نراتفة في اللغة القشتالية في القرن الثالث عشر لماذا يعتبر الريق سابيو لأبروزة القشتالية؟ لماذا يعتبر الملك الفنسو سابيو هو الرائد لأبروزة القشتالية الرائد الفنسو سابيو لأبروزة القشتالية لأنه الملك الفنسو الحكيم قد حفز على استخدام القشتالية كلغة إدارية ولغة تقافة تبين كريو سيكولة ترادكتوريس توليتو توليتو ترادوزة لس ليبروز سينتافيكوز قوريديكوز إستوريكوز لتيراريوز ديزل غريييغو الأرابي القاستيانو أيضاً هو أسهم في دشو المدرسة المترجمين في توليتلا لترجمة كل الكتب العلمية والقانونية والتاريخية والأدبية وشجع الترجمة من الأفريقية والعربية إلى قام الترجمة من الأفريقي ومن العربي إلى التشكالي ما هي القصص التي كانت أكثر شهرة وقد نشرت في العصر الوصيل ترجمت ونشرت في العصر الوصيل صن كليلة يدومن السندبار وليبرو أو ليبرو دلوزينجانوز دلاش مخيرس ديزل والس فو الأوبرا الأوتور مستيبرا دلابروسا مديابا إن كي كنسيستة إستا أوبرا يعني ما هو العمل والكاتب المشهور للنثر في العصر الوصيل وماذا كان يضمن عمله الأوبرا إش القندلون قارون إشو أوتور الدون خوان مانويل يعني العمل هو القندلون قارون مؤلف هو الدون خوان مانويل أين كمو إش القندلون قارون أين كمو إشتركوا الدون خوان مانويل كيف كان يضمن حوالي واحد وخمسونة قصة وهي آآ نموذج تعليمي طبعا هدفها تعليمي وتجمع بين الأصل الشرقي والغربي سوستيماس مواضيها رفليخن الكمبرتميانتو سوتيال يمورال كديبة ساقير لوس نوبلس ديلا إبوكا طبعا موضوعاته هي تأكس التصرف الاجتماعي والأخلاقي الذي يتوجب عليه أن يتبعه النوبلاء في تلك الحقبة وتقريبا كل النماذج القصصية هي تتبع نفس البناء نفس البناء اللي يقصد به أنه المشكلة وبعد ذلك يعطي الحل المستشار بقصة ويخرج منها بتعليم ومن ثم يذكر الحكمة دوفي اكسبيكا لاستركتورة كومون من دلوز كوينتاس الكوندلون كارون اشرح لنا البناء العام لقصص الكوندلون كارون الكوندلون كارون بلانتيو السوك ريادو باترون ألغون بروبليما في بداية الأمر إنه الكوندلون كارون يطرح مشكلة على مستشاره ومستشاره يجيبه في مثال بصيغة قصة ومن هذا السرد يشتق تعليم معين ويذكر أيضا في داخل القصة بإنه الكوندلون قد طبق هذا التعليم أو هذه النصيحة أخذها موضوع التطبيق وكانت بالنسبة له جيدة بعد ذلك الأوتور اللي هو الدون إخوان مان نويل رسوما لأيديا دي داكتكا إنه مرة لخار يختصر إنه الفكرة التعليمية في حكمة توضع في نهاية القصة الآن اتنا الأن تأثير سؤكوش يأثير سؤكوش على الأشياء النويلة السيغين السيخين السيخين السيئين أولا، كيف تكون هناك نوبلة؟ نوبلة تعرفت أن هناك نوراتيون أكتنسة من دراما مبليخة و مروسس برسوناكس الرواية هي عبارة عن سرد واسر مع دراما معقدة والعديد التي تتلك هذه الدراما العديد من الشخصيات أولا، كيف تكون هناك كاركتريستيكات نوبلة؟ ما هي صفات التي تتلك هالرواية؟ طبعا الرواية تحتوي على أحداث مختلفة وهذه الأحداث تتضمن الأحداث موجودة في الطرح النودو أو العقدة أو النهاية أيضا، بالإضافة ل هذه القصة، الرواية العفو، تنتلك العديد من الشخصيات يتيني سباتيو، أيضا، تنتلك يذكر في الرواية المكان يتينبو، بيين دفنيدو، يعني يأتي المكان والزمان أيضا موافح في الرواية ما هي أنواع الرواية؟ نوبلة بيكاريسكا، نوبلة سنتيمنتال، نوبلة موريسكا، نوبلة باستوريل، نوبلة بيسانتينة، نوبلة إستوريكا الرواية الشاطرية، ما هي أنواع الرواية، رواية شاطرية، ورواية عاطفية، ورواية عربية، ورواية رعوية، ورواية بيزنطينية، ورواية تاريخية كواترو، الأوخذة لبروسة اللينجوى كاستيانو اني سيكلو دا أوروسا بوضوكة اني كواترو دركزيون سيكوالسون، طبعا الازدهار النثر باللغة القشطالية في القرن الذهبي كانت في أربع اتجاهات، ما هي هذه الاتجاهات؟ ما هي هذه الاتجاهات وما هو هذا النثر؟ بروسا دي داكتика، بروسا ريليخيوصا، بروسا إستوريكا، بروسا نراتيبة، نثر التعليمي، نثر الديني، نثر التاريخي، نثر السردي ما هي الاتجاهات البروسا دي داكتية؟ في الاتجاهات البروسا دي داكتية هي البريفكيزيون للأمر اي دلا صويدات كون او نا يفورمه اي يو. طبعا الاتجاهات الناخر التعليمي دائم يبحث عن كمال الإنسان والمجتمع وإصلاحه ما هي أنواع النثر التعليمي في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر يعني أنواع النثر التعليمي في تلك الحقبة كان هو نثر علماني ونثر جيني وين هم المؤلفون والبارزون والنثر التعليمي وما هي أعمالهم خوان بالدس العطور الجياليكو دي لا لنقوة الأطور الأطر الإسانتونيو جيبارا سو أورا إسمنس منوزبريسيو دي كورتي عالavanسة قلديا خوان بالدس يعني كتابه هو إحوار اللغة والمؤلف الثاني هو أنطونيو جيبارا وكتابه هو إستقار البلاد وتمجيد القرية ماذا أعلن الكاتب في عمله الذي يضمن استهزاء أو تقليل من شأن البلاد وتنجيد أو مجح القرية هذا العمل أعلنت الكاتب في عمله بالعودة إلى الطبيعة ما هي كانت وظيفة النثر الديني وهدفه كانت وظيفتي هي إثبارية أو تبيغية ماذا كان يتضمن أو ماذا يشمل النثر الديني وماذا يشمل النثر الديني وماذا يشمل النثر الديني يشمل النثر الديني الديني في ذلك في تلك الحقب وماذا يشمل النثر الديني وما هي أعمالهم لفو النثر الديني هو فراء جويس دي ليون عمله الزوجة الكاملة أو الصالحة وصانت دريسة خصوص عملها هو الكامينو الطريق الإصلاح كامينو دي بريفكيزيون كيف تراتي لأوبرا بريفكتة كسادة ماذا كان يتضمن عمل بريفكتة كسادة الزوجة الصالحة البرفكتة كسادة تراتي للأس برسودة لأبونا مخير كيستيانة كان يتضمن طبعا فضائل المرأة الصالحة المشيفية الصالحة كيف تراتي لأوبرا كامينو دي بريفكيزيون وماذا يتضمن العمل الطريق للصلاح لأوبرا دي بريفكيزيون تراتي وبatلا الأسبوع هل أنية تختارات تأخرى ماذا كان يتضمن مشماعم نصاح الإلهية المصحيح الكريم والبعد كيف تبض得 الكريم ماذا كان يقدم لنا عمل اسماء المسيح. La obra de los nombres del Cristo se representa كم un diálogo entre los tres فائل sobre diferentes nombres del Cristo en las sagradas secreturas. هو عمل يقدم لنا حوار بين ثلاثة رغبات في اسماء مختلفة لديهم حوار حول اسماء مختلفة للمسيح في الكتابات المقدسة. في التبرتين سكريا لبروزة إشتركة لماذا نشأة النثر التاريخي. لبروزة إشتركة كانت انترس إبسانسيونيستا دي إستا إبوكال. نثره يعني ولد النثر التاريخي بسبب الاجتماع بالتوسع في تسك الحقبة. إذا سكريا الرجل للكونكستاد أمريكا أيضا والتواجهات المستقبلية التي نشأت على استعمار أمريكا. 16. سكريا الرجل في النشر وايضا قام بتخفيض تكاليف الطيبات الكتب فليهذا اصبحت جميع الكتب في متناول عدد كبير من القرآن. دس سيئة انكي سيغلو دفمو سيبستو الابروسة ناراتيبة سيدبيدة ان دونس بارتيس. والسون استاذ بارتيس. يعني هي السر في القرن السادس عشر النثر كان يقسم الى قسمين. القسم الاول هو السر المثالي الذي يتناول قصص المغامرين وقصص التي تكون خيالية. وايضا النثر الواقعي والذي هو جدا مميز والذي كان يصف الشخصيات وايضا الاجواء. متى ظهرت الرواية الحديثة؟ الرواية الحديثة ظهرت في القرن السادس عشر. دس نوانبه. كيف هو السر المرة التعديثة؟ الرواية الحديثة المرة التعديثة. السر المرة التعديثة الدونكي جوتة. هي الرواية الدونكي جوتة. 21. Dentro de la tendencia idealista encontramos cuatro tipos de novelas que son 22. Dentro de la tendencia idealista hay cuatro cuatro de novelas que son novelas caballeros, novelas cortas, novelas italianas, novelas pasturias, novelas bizantinas, novelas novelas sentimental y novelas moriscas. Ruaia el-Rusia, ruaia el-Italia, ruaia el-Rahuia, ruaia el-Bizantinia o ruaia el-Mugamera, ruaia el-Atofia, ruaia el-Arabia. ¿Qué nos llamamos la novela caballaria? Nos llamamos aventuras fantásticas de un caballero. طبعا ماذا تقص الرواية الفالية? روايتها الفروسية. تقص رواية الفروسية مغاملات الخيالية لفارس. طبعا هاي الرواية تتميز بسراءها. بسراء الفحوة المضمون. أيضا كونون السيلو كويدادو. يعني اسطوب هاي جدا مؤتنا به. هي أركي تانته وقدين. سيأكسا ألتن لوس عادياليش كوب كبيريشكوس. تون مجد الأفكار الفروسية. إستان بوتوكاتنا بروتوكاتنا. قرون أروة دائما تكون هي تنكلك بطل. كوية أونيكو ذين. إستفندير الأخصيحية. إستفير أون آمن. وحجف هذا البطل دائما هو الدفاع عن العدالة وخدمة السيدة. بين تدريسك تيتلو يابلا برمير بارتة دل كيخوت. ما هو العنوان الذي كان يحمله الجج الأول من الكيخوت. كتاب الكيخوت؟ العبريمير بارتة يابا التيتلو الـ قيدالغو الدون كيخوت دل امانجة. كان يحمل العنوان العبقري الدون كيخوت دل امانجة. دي العمانجة يقصد بها المنطقة اللي كان يسكن بها الدون كيخوت. على الى البنزي بيو كيه سيه كاركتر كيه يابا لانوبلة دون كيهوته البداية الامر ما هو الطابي الذي كان تلك روية دون كيهوته على الى البنزي بيو يابا كاركتر كميه كانت روية تحمل الطابي فكاهي 25 كيه سن لسه protagonيزادو سيه لانوبلة دون كيهوته من هم البطال روية الدون كيهوته فتو Zero stop الانوبي عليه اللي هو نيسي الدون كيهوته والpi اللي هو الدين كيهوته ايضا سانشس بان场 اللي هو صديق الدون كيهوته 26. كمه fue la تقنية التي استخدمها تيربانتس لنقد كتب الفروسي؟ فيربانتس اutiliza الكريتكا مص افكاس لفرادية يعني استخدمه النقد الاكثر فعال هو السلوب الاكثر النقد للشاخر كيف هو الاتنسيون او الوباتيب فيربانتس انسكريبير نوالة الدونكي خود ما هو القصد او هذا فيربانتس من تدابة رواية الدونكي خود سوء انسيون فى اتقار لس لبرزيز دي كبايريه كان قصده ومهاجم كتب الفروسي او الوز كونسدراب او مراليس التي كانت تبار اخلاقية فكه دفندين موديلات دي كمبارتمنط غير اخلاقية الافو دي انها كانت تدافع عن تصرفات كانت تبعيدة عن المرال الكريتنا عن الاخلاق المسيحية وكه دي سكريبان فالسيدادس برغمين كوت اتغوف الموجوده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة